اشتركوا في القناة 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 شوف بعض الدول القريبة ليصوموا في شهر رمضان يطلونا هدية ذهب احنا سبحان الله 200 غرام لا تجي الميزانية الدولة ميزانية ما شاء الله انفجارية والنفط بصعود هم بيهم وما ينزلون ثاني شيء اش عجب دولة اش كبرها ما تقدر توفر عدس ما تقدر توفر تمل ما تتوقف يعني كل شهرين ما نعرف احنا هاي الدولة بصراحة في صدق ظلمة المواطني بشكل خاصة بالمواد الغذائية وزارة التجارة أصلا مقصرة وين المواطني بشكل يعني والله وإحنا نتمنى أن سبحانه وتعالى أول شي نخلصنا من داعش هاي الغمة النزلت على العراقين وإن شاء الله خلصت ما بقى شي بس نتمنى من الحكومة شوي تبعوا على المواطن كافي كافي شبعة وهم الوزراء شبعة والبران كافي شوي هم باعوا على المواطن المسكين هينكم علي كل ما يكون كان هو المواطن يكون مع الدولة سوى المواطن مع الدولة ومتحمل بس شوي خلي باعون عليه كل ما يباعون عليه هو يكون سند للحكومة بس إذا هو المواطن تعبان يشوف ناس قاعدة بطالة لا أشغال لا هاي تروح للمستشفى غالي تروح كل شغالة بالعراق الريدي الدولة نسير رئيسي الوزراء إذا كان صدق عيني على الشعب خلي باعوا على الناس نحن للأمة الإسلامية والعالم الإسلامي والعراق جمعا بهذه المناسبة الشريفة وبهذا الشهر المبارك بس احنا نقول للحكومة أهلة الهلة بالمواطنة أسعار عالية شغل ماكو ناس تعبانة فيا ترى يا ناس يا عالم يا برلمانيين يا حكومة شوفوا هذا البلد وشوفوا هذا المجتمع اللي يتأذى ودي يتأذى بعد أكثر بسبب غيرنا وسبب الدول الجوار فنرجو من الحكومة التفاتة على هذا البلد وعلى هذا الشعب الانضام فنقولهم يا حكومة باعوا على هذا الشعب لأن هذا الشعب تدمر الضجور املة كل جور وظيم وظلوم كل في سبيل رضاء الغير فنشكر احنا للقناة المباركة بهذا اللقاء ونقولهم يا قناة يا مباركة ممكن توجهين الكلام للحكومة شوف هذا الشعب المظلوم يعني تتحسسني أنا عراقي أنا بس بالاسم عراقي بلا تشوف يا حصة تموينية اللي حصة هي اللي بيها شنو كل شي ماكو لو نوبة زيت والطحين والطحين ثلاثة أربعة الوكيل يبوغي باسم الحكومة نقول لها قل يا بالحكومة ما تطينا المطحنة ما دا تطي الثمن نوبة يجي صحيح ونوبة كل أربعة خمسة شهور يجي كيلو فالله ضحكة وابتسامة يعني ما دري للشعب ضحق على الدقون والله ما أعرف هو النص كيلو شي يسوي النص كيلو شي يسوي هو أنت تشوفوا أنت كل عائلة عراقية باليوم تصرف لها نص كيلو لها تتربع كيلو أبسط عائلة تصرف لها نص كيلو نص كيلو لمن تخليه أسأل الله عز وجل يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة يا ربي وفق هذا الشعب لما يحبه ربك ويرضاه وأسأل الله عز وجل بجاه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بجاه هذا الشعر الفضيل يخرجنا من هذا الضيق ويخرج هذا البلد من هذا الضيق كله إن شاء الله والله أمبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود السابق وين وهس وين هسأل شغل ماكو العالم كاتم هالظيم كان البلد ما بي لنقس البلد مليان لنقات كان البلد إليه يجي شهر رمضان رمضان مبين ومعروف عد كل أجوار رمضان مبين حتى أجوار رمضان ماكو زين بس نقول عسى ولعل إن شاء الله باكة الله إن شاء الله يتحقق الأمن والأمان ونطلب الله عز وجل وندعي منه الله عز وجل يوفق هذه الأمة ويوفق هذا البلد إن شاء الله لما يحبه الله ويرضاه والله طبعا هم أعتادين عليها طبعا كل سنة الارتفاعي أصل قبل يعني بشهر رمضان ارتفاعي اعتيادي مثلا بالمواد الغذائية وغيرها وغيرها فارتفاعي يعني بشكل مو طبيعي في يعني لازم يكون مثلا ينظرون التجارة بالوضع اللي دي يصير همنا عوائلها التعبانة همنا شوي يساعدون بيه يعني مو همنا كلها عليها المواطن وشوي همنا يكون يعني ويانا والله يا أصلا ماكو حصة هي حصت يش يعني يعني بزيت يعني بس مكن نستلم حتى زيتهم ماكو هاي قبل شنن نسمع بيه الحصة والله هاي أصلا ماي مايجاو عليها أصلا النسكيري شنسوا بيها دو مايسلم هو أحسن همنا في أصلا هاي قرار همنا هيتش يعني مع النسكيري واصلا لا شيء فأحسن شيء يلغيها أحسن الفكرة والله طبعا نتمنى كل الخير عم على الوطن وعا البلد والأمن والأمان وإن شاء الله موفقية لكل العالم والله السابق يعني كل شيء مختلف بي يعني حتى الشراط البسيطة اللي كانت مثلا عايشيها هم مرتاحين يعني بشكل كل شيء مختلف هالساحس كل شيء ماكو يعني الوضع كلها مختلف العوائل كلها مختلف يعني أشكال يعني الشراطة هويت غيرت فإحنا نتمنى يرجع نفس قبل وإن شاء الله خير أسعار والله كل شيء مرتفعة الأسعار العام كان أنا كل سنة جاءت سوق منها فكان العام أنسب شوي منها الأسعار الأسعار مرتفعة السبب البضايع التجار قول قمارك صاير القمارك حيل مرتفعة فهذا السبب أنه البضايع جاءت تسعد فهو التاجر شنو يحمل على الحاجة منو يوقع بيها المواطن راح يوقع بيها ما حد راح يوقع بيها لا والله ما أصلا هي ما بيها ما بيها شنو بيها خلي قولي شكر شهر يجيبو شهر ما يجيبو شنو زياد قطعوا علينا ذاك اليوم يا الله جاوبوا لنا يا شاكوا تمان مدويد ما بي حتى عفونا من المحترامات الحلال ما يأكله والله ما أدري نسكيل وعدس هاي شنو لعبة هاي نسكيل وعدس معقولة يكفي كل بيت نسكيل وعدس خلي أصلا يدزوني على شنو يدزوني نسكيل وعدس نسكيل وعدس شنسو بي والله نتمنى الخير والصحة والسلام لهذا البلد وإن شاء الله الأمن والأمان وإن شاء الله البلد ما أنه يكون أحسن وأحسن يعني تبهذننا الناس مرعوبة الناس خايفة الناس تخاف تشتري الناس ما أعرف شكوا فلوس ماكوا معيش ماكوا ناس أكو ناس عدها يأكل تاكل أكو ناس ما عدها يأكل تاكل والله هي الرمضان ما جاي نحس ما جاي نحس يعني مثل ما قلت لك إنه ماكو أمان ماكو لو أكو أمان أكو فلوس أكو عمل عمل ناس عالطالة بطالة هسه تروح الشباب أشكال أشكال يسوي لا شغل أكو لا معيش أكو الناس تتخرج واجه يتخرجون يروح يلزم يشتغل عماله يعني هذا التعب ودرس وكمل غير أكود يلقاله ووظيفة يعني يعيش بيه وعائلته لو يروح يشتغل عماله يوم أكو عشرة يام ماكو بهذلة والله العظيم بهذلة حقيقة مع توفر بعض الأمان في بعض المحافظات رح يدعي العوائل العراقية للخروج للتبضع في الأسواق وبذلك يؤدي إلى زيادة الطلب على المواد ثم يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ويضني الزامن مع قدوم شهر رمضان مبارك لذلك بعض الأسعار أنه سالها بعض الارتفاع لو كان يكفي المواد الغذائية مقردات البطاقة التموانية ما أدى إلى هذا الارتفاع الغير ملحوظ يعني فيه من الارتفاع الملحوظ فيه لبعض الأسعار المواد الغذائية خاصة المواد الغذائية هي المواطن ما يقدر يستغنى عنها ممكن الكماليات ممكن بعض الأمور يستغنى عنها إلا المواد الغذائية والله الحقيقة يعني هذا في هذا شيء مثير للسخرية ما أقفى عليك يعني يعني هذا ما أولاً هي ما مو استحقاق المواطن العراقي إنه نصف كيلو عدس يعني في هذا شيء هذا الحقيقة يمكن له عدم توزيعها أفضل من توزيعها لأنه مو مادة هي شحيحة أساساً هي متوفرة وبسعر جداً رخيص يعني ما أكفى أدي مغزى من العتها نتمنى الموفقية والخير وإنه العراق يستعيد عافيته والعراق نتمنى الخير والعراق يستعيد عافيته وعلاقته مع الدول العربية المجاورة بالذات مع الدول العربية يعيد عافيته واسترداد موقعه بالدول العربية وبناء علاقات طيبة لأنه أول وتاله هو بيتنا الوطن العربي ودولنا العربية بعض التقاليد تقريباً تلاشت والآن المجتمع العراقي بدأ يسترد عافيته واسترداد بعض التقاليد الجميلة الحلوة والحمد لله لا أكثير أكم من الأمور بدأت تسترد كما كانت إحنا في البداية في أي مناسبة تصير أي مناسبة تصير محرم أو شهر رمضان دائماً استغلال فرصة إلى سعار ترتفع بصورة غير طبيعية واستغلال هذا لا أكثر والأقل هي وينها الحصة التموينية؟ بس الاسم بس الحصة حتى التموينية اللغة ماكو حصة يعني قالوا لنا العدس والصور العدس يمكن يمكن راح يجوز يجو نزله ليه بالطيارة لأنه لحد الآن ما موجود بس اسم عدس لحد الآن ماكو عوالي استلمت يعني الحصة هيك شيء يعني اسم بس اسم حصة أتمنى الأمن والأمان وأن الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هالزمر اللي يجت دمرت البلد أنا بوجهة نظري يعني تقريباً نفس الشيء لأن العالم تعباني كانت قبل ظروف حرب وحصار وحصة نفس الحالة يعني فقر موجود يعني ماكو تغير شيء يعني يا إذا من سيء مثل ما يقول إلى أسوأ هي بالفضل أنه هو شهر رمضان نحن كمواسم كمواسم عندنا أنه أي يجينا أي موسم أو أو أي مناسب سرع عندنا سرع يكون ارتفاع بالأسعار شيء بسيط فأعمل يعني إحنا اليوم قادمين على شهر رمضان مبارك إن شاء الله هي أكو ارتفاع قليلة جزئية بس إن شاء الله يعني نقدر ندارك الأمر بس ارتفاع كارتفاع قوماك يعني والله اليوم في وضعنا الحالي اليوم هي حصة أمينية ماكو نهائياً أنه كل شهر يطيك كمية طحين اللي هي نقول الحصة المستلزمة يعني ما تتكفي الحصة أبد للعائلة العراقية العائلة العراقية تشكو وتعاني من الحصة تعاني بأمر الصعوبات عاني كشخص عندي محل ودعي عرف أنه الناس والآن وزع وتمنى المدين طاقة للشعب أتمنى الخير والتوفيق والأمان على شعبنا الغالي العزيز العراقي وأتمنى أنه نرجع مثل ما كنا وإن شاء الله إحنا راجعين رقم الصعوبات ورقم الأمور أنه رأينا بيها ورقم الأزمات إحنا إن شاء الله راجعين والله رمضان لأنه في السابق كانت في بعض من النكهة ونقدر منقول خلال هذه الفترات اللي مرت علينا وصعوبات والأزمات اداركنا ونسينا هذه الأزمات يعني شوية راحنا طعمها بس الآن شوية شوية دا نرجع بيها وإن شاء الله القادم أفضل ورمضان مثل ما توفقنا وإن شاء الله رمضان كريم طبعا نشتكل يعني هو آير تفعل والمواطن ما عنده يعني فالمفروض من الحكومة لو توفر القصة لو توقفت فلوس يعني من يجي شهر رمضان أو غيره أو تجي على التجار أو تسوي النحال يعني لا طبعا ما تكفي وبعدين يبنوا سواها السنة ستة شهر تجينا وستة شهر ما أكو فنهيب يعني أنه يراعون المواطن يعني المواطن من يجيب رواثبة محدودة عشتة محدودة طبعا هذا الشي ما مصحح ولا يكفي يعني ش راح يست يست الشاي يست الشكر يست المعجون يست التمن وشنو بالنسبة يعني العائلة تعيش لها في القط أتمنى أنه يرحمون هالعالم هذي يحسون بوضع العراقي يحسون بالعالم تعبت لرواتب لمكافآت لعيشة مثل العالم شوفوا الدول أمني آتي أنه يشيل هالهم هذا من عدنه وأنه ينظرون للشعب هذا اللي تعب عنه طبعا فارقوا هواية 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 يعني أول شي كانت الأسعار مناسبة يعني نقدر نجي نحمل من الشارجة ونشيلها السماك يعني تيجي يادو بتأخذ أشياء معك يجي رمضان رئيسين التجار ترفع السعر من يوقع بيها؟ يوقع بيها المواطن المواطن والدولة بدون رقابة ماكو رقابة على أصحاب المحلات ولا رقابة على التجار يعني ماكو أي رقابة وهذا من يوقع بيها؟ يوقع بيها المواطن مستحيل وين تكفي الحصة؟ نص الحصة نص الحصة يأخذها الوكيل الوكيل يجي تجي الحصة التموينية يقول ما جاي تجي أي مادة تجي يقول ما جاي هو يبيعها من جو اللي يجوي ويبدل الطحين الزين بالرديء بالرديء الحاليا موجود والله لا كافي هذا كافي على كل مواطن يعني كل مواطن وينه 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 منه سامحه يشعقراء وينه هاي بعد ما يخلص الرمضان بعد ما يخلص رمضان ينطيه وينه أنا أريد أعرف وينه قرارات هيش بس قرارات مجرد قرارات وتنحفظ على المكاتب والله هو رمضان يعني يجي انتقام على المواطن مع اعترام الرمضان لأنه لا يوجد رقابة على السوق والفقير أين يروح؟ أتمنى أن الله سبحانه وتعالى يفرج عن المواطن العراقي أتمنى أنه يفرج عن المواطن العراقي لأن المواطن العراقي وصل إلى مستوى رديد سابقاً الدولة تدعم المواطن أما هساً لا أحد يدعم المواطن هساً المواطن يدفع ضرائب ويدفع هذا ويدفع عليه المشاكل وهو مجرد طبيعة تختلف وغاية تختلف قبل العائلة العراقية كريمة الجار لازم ينطل جارة يعني ما يفطر إلا ينطل جارة هساً ما يسد رمق أطفالة يعني رقما أطفالة ما يسد فوين ينطل بعد؟ للجار ينطل الفقير؟ ما يقدر لا عندي أنا شغلة عندي شغلة غير شغلة إحنا لفيف من المواطنين اشترينا عقارات من الدولة اشترينا عقارات من الدولة وقرارات بها تعويض يعني تعويض للمتضرر المتضرر منه إحنا المواطنين الدولة ما تنطينا فلوسنا فلوسنا يعني ما تنطينا من 2011 لحد الآن ماكوا أي شيء وبعدين إذا ينطلنا عشرة عشرة يحتبروها مكرمة يحتبروها طوارئ أنت عندك فلوس محجوزة بالدولة أنت عندك محجوزة الدولة يعني حادزتها ليش يصدقون عليك؟ ليش يسموها طوارئ؟ أنا عندي فلوس بالدولة لازم الدولة تنطيني هس لو الدولة تطلبني مثلا تطلبني 116 مليون شقدت تأخذ رباح من عندي؟ تخلينا أنا ببيتي؟ ليش أنا أطلب الدولة 116 مليون؟ لحد الآن ما ينطونيها 116 مليون يعني تفيدني رجال شبير ومريض وهذا ماكوا أي إجراء بعدين إذا ينطونك ينطونك عشرة ملايين يحتبروها سلف الطوارئ يعني أنت كإنما مقدي مقدعتهم يعني مو عندك حق إلهم كل سنة يصير ارتفاع بالأسعار مسبوق يعني قبل رمضان فلو أيش يعني إحنا المفروض أمه إسلامية الرحمة هي بشهر رمضان لو إحنا نرفع أسعار للفقير الفقير شون يعكل شون يعيش هذا شهر الرحمة لازم على التجار أن ينزلون الأسعار يرتبون الحال للمواطن يعرفون المواطن حال تضعيفه وتعبان يعني الشعب العراقي الأغلبية صار تعبان لا ما تكفي ما تكفي لا ينطون الحصة هي التمن والزيات والطحين وما يكفي ما يكفي والله هذه يعني شبه الضحك يعني النسكين شي ردي يسوي شي ردي يسوي بشهر رمضان يعرفون مثلا اللهم ما مزعي أخيها والله عم الأمن والأمان على الشعب العراقي وأن الحكومة يصافون بيناتهم يرتبون الحال لهالمواطن الفقير هذا والله رمضان السابق رحمة رحمة كان يجي للعالم الفقير يشبع به للعالم كلها تطلع حس العالم كلها مسحوق أمام حتى كان الجوارين قبل تطلع ناس ويا ناس كلها الأكل يسوي له سفرة واحدة يصير النواع أشكال بالبيوت كلها الدز هسا ماكو للعالم كلها مسحوق تعبانا لعني الثمن عندنا غالي ومو نظيف ها ولعني نروح لأبو الحصي يطينا حاشتين لعني حاشتين يطينا الثمن والزيت ويقول لنا سبع تالاف ثمانة تالاف ها ولنا حاشتين الثمن مخشوش ها وزيت يطيق بطلين يقول لك ها ما ست نفرات يابا ليش ها يقول لك ايه ما هذا لترتين ومده شنو زين الطحين يطينا يا ما جاي نعرف شنو الطحين اللي يطينا يا لعني لعني للدولة شاري تقولوا وشي دعتش لعني والله نتمنى الخير همشي البلد يصير امان والحصة كنت توفر للبلد انا اريد همشي الحصة لان من الواقع بيها واقع بيها بس الفقير تعرفون بس الفقير واقع بيها لا والله لعني لا ما تكفي ما تكفي هنا اي لعني لعني لدينا سبع نفرات احني ها نجيب هل مننا احسب يوم وين يوم الثالث خصانة خصانات التمن يطيك يا ما مخشوش والشكر بي نمن ومدروا شنو بي مخبوط قبل كان بي اعتناء وبي لعني الحصة متوفرة عدني لعني الزيت متوفر كل شي اعتناء وبيها هسه ماكو بيها اعتناء لعني كل اعتناء ماكو الشكر هسه كل شهر دسولك او كل نفر كيلو وبي يمكن نمن ومادرش بي مخبوط بي لعني مايصر حرام والله قالوا بس احنا ماكو فعل لعني حتي اكو بس فعل ماكو لعني تنفيذ ماكو تنفيذ تنفذ للفقير خاصة الفقير يعني ما عنده مين يجيب طبعا ارتفعت الاسعار كلها بشهر رمضان المبارك هذا غير معهود بكل دول العالم حتى الدول الاجنبية خصصت هذا الشهر انخفاض الاسعار الا الدول الاسلامية وهذا شي يعني يعني غير صحيح طبعا نشكو احنا كمواطنين من ارتفاع الاسعار في شهر رمضان هي اصلا ماكو حصة اذا ترجع الحصة التنمونية حتى المواد مالتها سيئة فما اعتقد ان الحصة التنمونية تكفي العائلة العراقية انا انا كربة بيت نص كيلو عدس يكفيني يومين بشهر رمضان فشلون الحكومة العراقية تخصص نص كيلو عدس يعني بالقليل خلي نقول بالقليل فد الواحد ثلاث كيلو عدس والله عم السلام والامان بالعراق وتنخفض الاسعار ونعيش حالنا حال دول العالم فرخ كبير بين رمضان في السنوات السابقة ورمضان كان رمضان في السنوات السابقة رمضان خير وبركة ونخفاض بالاسعار هسه كل شي تغير برمضان يعني العائلة العراقية شايلة هم الرمضان ارتفاع اسعار كل شي ارتفاع بالسوب وما اكو فدرقابة معينة اتخفض هذا الشي وما اكو معرف كأننا لسنا بالعراق الاسعار شوية ترتفع بشهر رمضان تعرف لان شوية التجار يصعبون الامور يعني على المواطنين والمواطنين يعني هم تشوف حالتهم شوية تعبانة ويعني مو مثل قبل الحصة هسه التومينية لا تكفي العائلة العراقية ويعني هم التجار صراحة مو بيدهم لان سيطرات قمرقية اكو دياغضون يعني الغذائية والحصة قبل كانت تكفي الشعب العراقي كافة هسه لا تكفي الشعب العراقي هي الحكومة العراقية اكيد السيطرات النوعية قاعد يعني شوية المشكلة هي كلها السيطرات النوعية السيطرة قاعد تاخذ يعني اكثر من اللازم يعني لان هذا التاجر يقول لك انا ارباحي كلها تروح يعني انا يشربح لعد لازم يصعد يعني شوية السلعة القبل تكفي العائلة العراقية بس هسه لا لا تكفي العائلة العراقية الحصة التومية يعني كودا يعني يطوهم شي جزئي ويأخذون المبلغ هم أكثر من الحصة اللي يطوها المواطن يعني يعني يأخذون الفلوس أكثر من المواطن يعني المواطن يروح يشتري من برة جوز الصرف ولو هسهم يعني بس شهر رمضان خاصة يصعدون يعني الشغلات الغذائية كودا يعني يقول لك شهر رمضان يأخذون مثلا بقوليات يسوقون على رمضان يجهزون التجار منهم ومن السياسيين هم شوية هاي ما يحاجون السيطرات يعني شوية يديرون بالهم على السيطرات على المواد هم يأخذون عليها يعني سلحة أي مو بس الغذائية كلها حتى الملابس والغيرها والله الصراحة يعني شي ضحك هذا النس كيلو عدس يعني يعني كل عائلة يعني كل بيت يعني ثلاث عوائل أربع عوائل وهذا النس كيلو عدس ما تصور يكفي ثلاثين يوم يعني نحن العراقيين يوم وينسوي تعرف انت يسوون شربة عدس هاي مرغوبة هاي يعني شهر رمضان ما تصور يكفي هذا النس كيلو ثلاثين يوم يعني هذا النس كيلو جوز يعني ما أعرف خمسة عشر وفتا عشر يوم ويطلع يشتري من بره يعني النفر الواحد دحتي لك مو العائلة كلها بالنس كيلو والله لأتمنى ان شاء الله الله يعني سهل أمر العالم أجمع وان شاء الله يكشف الغمة عن هاي الأمة وان شاء الله يا ربي يصفي الأقلوب وأقولهم رمضان كريم إن شاء الله عليكم كل عام وانتو بألف خير وان شاء الله يا ربي يعني أوجه كلامي للسياسيين شوية يرحمون بحال المواطنين الفقرة ذول لأن خطيئة ذول يعني هم ما لهم أحد بس الله وأنتو أنا أقولهم يعني والله يعني إحنا نقول سنة عن سنة يعني ديش السنة جوز أحسن من هاي السنة بس نحنا نقول يعني إن شاء الله والإطناعش المعصومين ما ينسون واحد إن شاء الله والسياسيين هم أوصيهم يعني شوية هم الله طلها الله بالمواطن عمي زين لأنه لأنه أكو عالم فقرة أكو عالم يعني 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 جوز قرصة خبس ما تلقاها أكو عالم أكو عالم عدن بس إحنا حسب ما نقول الشبعان ما يدري بالجوعان بس إحنا أوجه يعني كلمة للمسؤولين يعني أريدهم يتوجهون للعالم هاي الفقرة عمي البسيطة زين اللي ما أعدهم سقف بحظ يعني 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 لا مطر يعني عايشين لا بحر عايشين لا بشتاء عايشين فأوجه كلمة المسؤولين يعني يعني مو الخاطرهم الخاطر الله يعني يعني يسوي شي زين بحياتكم حتى الله ما ينساكم حتى الله يعني يخلي يحفظكم يطيكم العافية لكم الجهالكم لأنتو هم عدكم جهال وهم باتر عقبوا لا جهالكم ويفيدكم لا أموالكم ويفيدكم لا كرسيكم ويفيدكم والله ويكيدكم باتر كنا بنقرأ كنا بنقرأ فالأريدكم تنتبهون على الشعب هذا المسكين يعني إيران من صفحة أمريكا من صفحة السعودية من صفحة يعني يعني أريدكم شوية شوفون حل نفسكم حل هذا البلد حتى لو مو الخاطر للبلد أنا أدري بكم يعني حتى لو مو الخاطر يعني حشز زينين ها أكو بيهم جاي من برة تربات إيران تربات سعودية تربات أمريكا لا يعني يعني أكو بيهم زينين يعني فأريدكم شوية التجهون للشعب زين يعني أنتم زينين أكو بيكم زينين ونعرفكم وقد المسؤولية بس سووا خير للشعب لا أثر عليكم يعني مثلا أمريكا لا أثر عليكم إيران هذا شعب مسكين خطيئة مجروح زين شنو مواطن عراقي يسا يسولف لي مواطن عراقي شفته عدة عربانة يقول لحد نص صبح لي يسا لحد أنا ربع تاراف بجيبي وأنا عندي أنا عندي ثلاث منات وأم برقبتي وأبويا ميت زين يعني ما أعرف يعني أنا أنا من يوم من القهرة قلت الله يساعد قلبك والله نتمنى العافية والستير والإيمان والرحمن ويزيح هالغمه من هاي الأمه ويخلينا قلب على قلب ويفك المعتقلين إن شاء الله أسرهم والعوالي المهجرة ترجع لها لتسال مغالمة شريد من الله غير العافية والستير أي أي شنسوق نسوق العدس وتم العنبار والشرابيت لا زين أكو 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 لأن تستغل لها التجار وتستغل هذا الشهر اللي شسمي بس نطلب من الله يصخ قلوبهم على العوالي الفقيرة الماعدة وهي صايمة تتذبع للنهار كل إيدي شوية بالأسعار هل هل يعني الأسعار مثل إذا كان كيل العدس بألف ألف ونص يسوونها بألفين ونص لا شوية هم يسوون على السعر هل هل بالأمر والحمد لله والشكر إن شاء الله رمضان كل خيرات وبركة وبركة ورحمن وإيمان وإيمان الله ساخر قلوب كل فقير مبارك للأمة الإسلامية في حلول شهر رمضان المبارك ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس إلى الطريق الصحيح ويشوفون عنهم على الصيام شوية الأسعار اللي يزيدوها بشهر رمضان لأن الناس كلها الصيام هو شهر الطاعة يعني فالإنسان يجد مقدار من ما يمكن أن يقلل من الأسعار ومن الأرباح مالته هو لله سبحانه وتعالى وإلى الثانية السيئة ماكو حصة تأمين من 2003 إلى حد لأن ماكو حصة تأمين يعني كل أربعة شهر يطيق فتح حاجة يعني كل شهر يطيق فتح حاجة قطع الكوية مو مثل قبل قبل كان الشهر يعني يقول لك 90% كفيل للمواطن هسه لا ما قبل اشي أقول لك يعني كل هالناس على بساطة أو على هذا أفضل من هسه هسه صح أكوى أموال بس يعني الأسعار مرتفعة أكثر من قابليته مواطن أو الموظف موظف كل هيدفع على المواد الغذائية وعلى الملابس فهي ما تكفي يعني شوف نحن كل سنة نعاني من هاي الحالة هي ارتفاع المواد الغذائية بشهر رمضان يعني العدس والحموس وكل شيء كل شيء نستخدمه برمضان حتى الليبن هذا اللي أبسط شي هو يرتفع يرتفع بشهر رمضان يعني ما أعرف استغلال الناس للناس وإحنا نحشى الحكومة لكن إحنا صراحة عذرا عن التعبير إحنا أنقسم من الحكومة هم بشر وإحنا بشر وإحنا جاي نحشى عليهم لكن إحنا جاي نسوي أسوأ منهم أنا هسمنا بيع شغلة غالية برمضان وبيحها رخيصة بالأيام اللي عادية إذن أنا جاي ما أستغل المقابل ما أساعده أنا ليش أقول هو ما عنده أساعد أحسن ما أستغله طبعا ما تكفي بدليل أنه ما سي جاي يسوون ضحك على الضقان بدليل أنه جاي يطون يسكيلوا عدس في سبيل سبب يشغلون بالناس يعني هس هي لاكو دهن لاكو شكر لاكو تمن وإذا أنطوا نطوا نسبة قليلة هذه نسبة قليلة ما تكفي العوائل وإحنا جاينا شهر رمضان شهر رمضان يعني الرادلة هو يصرف صير السفرة بي خير من الله لازم يكون تنويع بالأكل أكثر من اللازم يعني يعني الكاسر والشوربة والتمل والكذا حتى النهار كله صايم فأكيد يشتهى على الفطور هو أنواع وما رح يقدر يوفرها والدولة ما موفرتها والله اللي أتمنى أنه أولا تحسين الوضع المعاشي للشباب الشغلة الثانية هي رخص المواد الغذائية اللي هو هذا أهم شيء حتى يقدر الفقير والغني يأكل بوقت الفطور أكل زين يعني هو النهار كله صايم والشغلة الثالثة والأهم أنا أعتبر يعني المواد الغذائية بالحصة هي أهم شيء فعريت أنه يحسنون البطاقة التومنية بالحصة والله جواء رمضان هي سنة على سنة تكون أحلة وإحنا نتمنى تكون هاي السنة بعد أحلة يعني خاصة ببغداد تكون يعني يوفروني الأموال حتى الناس تقدر تطلع بصورة صحيحة وترجع مرتاحة